نواصل حل تمارين كتاب مدرسي ومعنا التمرين لا اقول نظري ولكن عند واحد الصفة كتابة اعداد بدلالة المجموع والجداء في الصفة معينة هكذا تعطى المعادلة هذه برر انها تقبل حلين مختلفين في الاشارة لا يطلب تعيينهما تقبل حلين مميز موجب مختلفين في الاشارة معتها جداءهم سلب نقص 2 مثلا نقص 7 مع زائد 10 جداءهم سلب مدام جداءهم سلب فانهم مختلفين في الاشارة هو موشقان قال مختلفين في الاشارة من هو جداءهم هنا يا وجداءهم نقص 5 على 3 مدام جداءهم سلب فهم مختلفين في الاشارة هذه المرحلة الاولى اين يعجبني التمرين يعجبني هنا حقيقة حقيقة يعجبني كثيرا وهذا السؤال صادبته كثيرا يعني يقدر يكون وظيفة منزلية ولا بحث لذاته بحث لوحده هناك اعداد كثيرة مثل هذا النوع رأيتها في التمرين اريد ان اجمعها في التمرين واحد في مسألة واحدة نبدأ بـ 57 اول شيء ما هو اول شيء اسمي اس لصام مجموع هذين الحلين فماذا يكون نقص 2 على 3 هو اس البرودوي جداء الحلين بي نقص 5 على 3 هو بي وماذا سافعل ساكتب هذا العدد بدلالة هذين العددين وهذا العدد بدلالة هذين العددين وهذا العدد بدلالة هذين العددين وهذا العدد بدلالة هذين العددين اذا كل مرة كل مرة قبل الحساب ساكتب هذه الاعداد بدلالة الاس والبي على لماذا لانني افكر في التمرين مشابهة. ثم اعوض الاس بما يستويه والبي بما يستويه. ننطلق في العمل. كتابة اعداد بدلات المجموع والجداء. المعادلة هذه هو اثنين على ثلاثة والجداء هو نقص خمسة على ثلاثة. هذا الاس هذا الاس بي. اثنين على ثلاثة. البي على الاب النقص. هذه النقص على القانون. نبرر ان المعادلة تقبل حلين مختلفين في الاشارة بدون تعيينهما. في الحقيقة دير جزء عنوين. العنوان الاول. برهان انها تقبل حلين بسبب دلتموجب مختلفين في الاشارة بسبب الجداء السلب. اذا هذا هو اش درت انها تقبل حلين. المميز موجب. المميز موجب دلتموجب تماما. او عندي دلتموجب تماما. الحلين مختلفين. ولا دلتموجب تقبل حلين. اما متسويين واما مختلفين. انا قالك تقبل حلين. تقبل حلين دلتموجب. بما ان الجداء سالب تماما. فالمميز موجب تماما. ومنه تقبل حلين مختلفين. برهان انهما مختلفان في الاشارة. بما ان بي هو جداءهما سالب. فانهما مختلفة في الاشارة. والخلاصة ان تقبل حلين مختلفين في الاشارة. نأتي الان الى اهم شيء في التمرين. حساب هذه الاعداد الاربعة. نفكر في تمارين مشابهة. لهذا نجد النتائج بدلالة المعطيات ثم نعوذ. هذا وش قلت? اذا هذا يساوي هذا. اذا انشئتم هذا يساوي هذا. اس مربع نقص اثنين بي. نعوذ. هذا يساوي اس على بي. نعوذ. هذا يساوي اس مربع نقص اربعة بي. نعوذ. هذا يساوي هذا. يساوي هذا. يساوي هذا. ونعوذ. نتابع الحسابات شيئا فشيئا. الاول مربع زائد الثاني مربع. ديتهم بين قوسين هنا يا. هذه رأي متطابقة شاهرة. لان في النشرة اهلية تكون هذا مربع زائد هذا مربع. الزائد اثنين تروح مع اهلية. هذا المجموع اس وهذا الجداء. اخلاص. هذه شفنا من نوفات توحيد مقامات. اه توحيد مقامات مع انتها المجموع الفوق والجداء التحت. نعوذ. بالنسبة لهذه متطابقة شاهرة. هذه هي هذا مربع زائد هذا مربع نقص ثين في الجداء. ما هي الفكرة هنا. الفكرة ان هذا سبق حسابه. هذا. سبق حسابه. هو نفسه هذا. نقص ثنين في الجداء. سمى عندي هذا. نقص ثنين في الجداء. سفي هذا نقص ثنين بي. نقص ثنين بي. نقص ثنين بي. نقص اربعة بي. بالنسبة لهذا ما هي فكرته. اخير. بتاع الاربعة. اه. متطابقة شاهرة مضاعفة. اه. انشر هذه تلقى هذه. ولكن الفكرة ما هي. ان هذا. سبق حسابه. وهذا. هو نفس البي. هو نفس البي. اذا جدي كون. دي كون. هذا. اوسط ثنين نقص ثنين بي مربع. نشر وتبسط وترتيب. احصل على هذه العلاقة. ما يهمني. اه. هو. اني كتب هنا يا. ليرولاصيون انتر سينامبر اي انتليسونت. ما يهمني في الحقيقة. هو جدول في. هذه. الحقيقة يهمني جدول. مش في هذا الجدول. جدول يكون كما هكذا. والنتائج فقط له فيه. في هذه يساوي هذا. وهذا. يساوي هذا. وهذا. يساوي هذا. وهذا. يساوي هذا. جدول يكون لخص التمرين. مهمة. اه. هذه العلاقات. الاحتفاظ بها في ورقة مقوة. ندير ورقة مقوة. ونحتفظ ب هذه العلاقات. لان هذه العلاقات. اه. معممة. نفكر في تمارين مشابهة. نحتفظ بهم. نحتاج لهم في الحسابات. التمارين. هذه ملاحظة مهمة يسر. اه. بالنسبة ليكون فرض ولا يكون اختبار. يكون السؤال كما هكذا. اوجد بدلالة اس و بي الاعداد التالية. ونمد لك هذوم الاعداد. وماذا تعطيني النتائج. اذا نقدر نحاول السؤال فرض. نقول لك. اوجد هذا العدد بدلالة اس و بي. وهذا. 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 الحقيقة التمارين هذا يا. جذبني كثيرا. وشدني اليه كثيرا. مهم يسر هذا التمارين. اه. ساجده اه. اه. التقيت به اه. في تمارين اخرى. كانت تمارين في هذه الفكرة هادية فيه. مهم مشفوع لهم ليه هذا التمارين. هذا ما اردت قوله في التمارين سبعة وخمسون. مهم